قبل ايام من اطلاق صفيرة البداية لماراثون الانتخابات مفوضية الانتخابات بمكتب انتخابات بغداد الرصافة تجري المحاكاة الثالثة والاخيرة لعملية الاقتراع بواقع محطتين في كل مركز تسجيل محاكاة تمت بحضور شركة ميرو الكوريا وباشرع في الشركة الالمانية الفاحصة وفريق الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية تجري اليوم عملية المحاكاة في مكاتب المحافظات بالإضافة لجانب الرصافة بواقع محطتين في كل مركز تسجيل ومحطة واحدة في مكتب المحافظة تبدأ المحاكاة عند الساعة العاشرة من المؤمنة تنتي عند الساعة بعد الساعة الثانية عشر ظهرا لنطلع على جهزية الأجهزة المحاكاة عملية اقتراع تامة تتضمن تصويتا متكاملا وإرسال النتائج إلى المركز الوطني واستلامها عملية تتيح بيان العثرة والنواقص إن وجدت بهدف تصحيحها وطلافيها قبل يوم الاقتراع الغاية من هذه هي اطلاع الرئي العام على طبيعة عمل الأجهزة ودعينا وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن مراقبة من قبل فريق الأمم المتحدة وأيضا الشركة المصنعة على اطلاع تام وفي جولة على مراكز التجيل لمعرفة طبيعة عمل الأجهزة ثلاث محاكاة أجرتها المفوضية على تفصيلات العملية الانتخابية تجربة قد تكون المفوضية بها قد وصلت إلى عتبة الجهوزية التامة في بنورام العملية الانتخابية بروفة انتخابية أخيرة تجريها المفوضية قبل يوم الاختراع خطوة في مسار التأكد من دقة وفعالية الأجهزة الالكترونية وتعظم ثقة بالعملية الانتخابية من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر